ما هي الرسائل التي نحصل عليها من الصورة التي ظهر فيها مني أركو مناوي؟ نحن نضع تحت في هذا المقطع المرئي نضع عنوانا أنه هذه كلمة حاكم قليم دارفور لكن الصورة التي تظهر أمامنا لا تعطي هذه الدلالة الرجل أشبه الآن في وضعية قائد حركة مسلحة ليس هو الرجل المسؤول عن ولايات دارفور كحاكم لها كان مفترضا يكون داخل هذه الولاية داخل مباني الحكومة مجتمعا بالصورة المسالية بلجنة الأمن موجود مع الأطراف المسؤولة عن تأمين ولاية دارفور هذه الصورة التي أرادها أراد صناعتها حقيقة لأنها صورة مصنوعة يعني يعني واضح أنها صورة مصنوعة من أنه شاهدت المقطع المرئي منذ بدايته أنه سيارة يقودها بنفسه يقود التأتشر بنفسه ويخرج منها وكذا وليدلي بهذا الحديث يعني طبعا الناس حقيقة افتقدوا من ناوي طوال الأزمة يعني بالذات بعد حادثة الجنينة يعني هذا لعله أول ظهور أخوز يعني لم يظهر من بعد كان لديه لقامة شهور مع قواته أيضا وكان قد توجه هذه القوات بأنها تتصدى لو تذكر آخر مقابلة لي وانا شاهدت أيضا أنه تتصدى لكل المتفلتين تحمل أسواق يعني كان فيها خطاب أقوى من هذا هذا الخطاب متراجع بالنسبة لي من الخطاب الذي الذي سبقه لعله هو أيضا أدرك بعد اغتيال الوالي في الجنينة أنه هذه الرسالة له وللآخرين أنا ما بعتقد بأنه التصوير التم للعملية التصوية هو تصوير بريء يعني هو تصوير فيه هدف أيضا من وراءه هو السعال للصدمة والرعب للآخرين مع أنكم سوف تجدون هذا المصير الذي وجده هذا القائد الذي كان من جزء من تحالف الاتفاعي اليطار وكان عنده صلة وسيقة جدا بقائد التمر الحميت ثانيا هذا على مستوى الصورة إذا أردنا أن ننضي أكثر من ذلك أنا لاحظت على مستوى التعبير أنه مال إلى تعبير حيادي بشكل كبير ويتحدث عن طرفين نحس الأطراف وهو رجل جزء من الحكومة يعني مش ومن الذين مطالبين بأنه هما يقدموا رؤيتهم حيالا الذي يدور الآن وتوصيف بعبارات أصرح هنا مال في هذا الخطاب إلى يمكن أن نسميه أنه أنه رجل خارج هذه المعركة هذا الرجل يتحدث عن طرفين ويتحدث عن يتحدث عن طرف آخر يحثه ويناشده وليس هو المسؤول عن مواجهة كل التفلثات التي تتم أمامه أما طبعا أسباب وبررات وكذا ممكن الناس يقولوا كثير من الكلام وقال الكلام قال إحنا الناس على الحياة ما داخلين في القتال ما داخلين في الحياة لكن أيما درقول أنه كيف تبقى والي من جهة تبقى مسؤول حاكم من جهة وتكون على الحياة على الأقل أنت الآن محط تكون في مواجهة بحكم التعديات والتجاوزات فقط خلينا من ما سماه ما يدور في الخرطم هو مستغرب ومندهش بأنه لماذا انتقلت الحرب إلى درفور وأنه هناك ديك معركة سياسية ليه بتستهدف الناس في الكتب والجنين طيب خلاص خلانا اعتبر أنه أنت بتدعامل مع تجاوز تما على مستوى درفور ألا يتطلب هذا بوقفا أصرح من ذلك يعني واضح أن الرجل يميل إلى استخدام العصى الدولية بذلك هو مناشدته من جديد طبعا دي هم استخدموها في معركتهم مع حكومة الإنقاذ وكانت يعني بالنسبة لهم واحدة من آلياتهم الفيدهم الدور ده ماذا للقوات زي الزمان في الوقت داك من بدأت ماذا موضوع درفور ضد الإنقاذ كان هم عندهم القدرة على تحشيد الإرادة الدولية لصالح المواقف التي ينتجونها الآن لا أفتكر القصة دي فيها مشكلة بالنسبة لهم ما قادرين ينتجون نفس الفعل الذي أنتجوه من قبل ليه لأنه ربما ما يدور كما نقول دائما ما يدور الآن هو بمعزل عن عين المخطط الذي يريد لسودان وجهة جديدة يريد أن يستخدم هذه الحرب التي دفع حميتي إليها دفعا عبر الاتفاق الذي رعاه رعاة الولايات المتحدة الأمريكية رعاة المملكة العربية السعودية رعاة بريطانيا رعاة الإمارات رعاة هذا الاتفاق الذي أنتج كل هذا المشهد الذي أمامنا صحيح هناك يعني على المستوى البني يعني من تقرأ الخلاف وأبعاده على المستوى البني تجد شواهد كثيرا أنه هو ما أظن لهذه النتيجة لكن سرع الاتفاق السياسي هذه الحرب جعلها حتمية لأنه أراد أن يستخدم مندقية الدعم السريع لصالح تنفيذ المشروع السياسي التي رعاته هذه الدول وبالتالي الأهداف السياسية متوفرة وموجودة دارفور الآن واحدة من هذه المحطات المهمة بالنسبة لهم ربما توطع لوضع السودان في وضع أشبه بليبيا وخلق منطقتين ربما أيضا لأنه التمرد الآن يسيطر على سيطر على دارفور ويسيطر على كرتفانس وميزحف نحو الخرطوم يعني كل هذه السيناريات موضوع على الطاولة ونفهم أنه الإرادة في مواجهة هذا التمرد على مستوى الحركات المسلحة فيها مشاكل كثيرة جدا ما عندهم ربما ليس تديهم الرغبة وليس تديهم القدرة معا يعني الواحد في مواجهة التمرد في تلك المناطق